لماذا برأيك تم فعليا اختيار هذا الجسم السوري هو سوري لا لا الإخوان الإخوان أنه يكون هنا هي إلى الدور الأكبر هي اللي تلقت الدعم بشكل أو بآخر إن كان من تركيا من عدد من الدول العربية معروفة لحتى هي تكون بالواجهة وهن معروف أنه عددهم بالأصل يعني بسوريا ما هالكثافة الكبيرة فلماذا برأيك أريد أن توصم السورة بالإخوان بالإسلامية بهذا الشيء ما هو أنه هو المحرك بهذا الموضوع يعني كتحليل وكمعلومات بداية السورة كان هناك نوع من التوازن يعني حينما تنظر إلى تشكيل المجلس الوطني وهو أول مؤسسة للسورة السورية تجد هناك إخوان تجد هناك يساريين علمانيين تجد هناك لبراليين المعظم الأحزاب المنطوية في إعلان دمشق غير المستقلين أيضا كانت زاد توجه لبرالي فكان هذا التوازن موجود حينما قامت السورة وبدأ الصراع على قيادة هذه السورة الأخوان كانوا هم الحزب الوحيد المنظم يعني دعنا نعترف السوريين لم يكن لهم تجربة سياسية التصحر الذي فرضوا حافظ الأسد وأبنه على سوريا منع المشاركة بأي قرار سياسي بالتالي لم يكن هناك تجربة نحن لا أقصد أنا أقصد الذين ثاروا كنا نتعلم كنا نتعلم في بداية هذه السورة هذا ليس شيء معيب يعني عفوا لأنه مثل ما تفضلت ما في تجارب سابقة وما في مناخ سياسي وتصحر هذا ما أريد أقوله وكان هناك فعلا تجارب ناضجة كانت يمكن لها أن تسترد لكن دعني هنا بقى وعزرني أتحدث عن الشخصية السورية الشخصية السورية شخصية نرجسية الشخصية السورية تميل إلى الشلالية الشخصية السورية في هذا المعترك يعني حينما كان على الجميع أن يتخلى عن مطامعه الشخصية وعن مكاسبه الشخصية وعن حبه للزعامة وعن حبه للقيادة ظهرت كل العيوب في الشخصية السورية نحن لا نستطيع العمل الجماعي هذا ما اكتشفناه يعني في اجتماعات المجلس الوطني سواء خارج المكتب التنفيذي أو سواء في اجتماع الهيئة العامة كنت ترى شخصيات تصرخ وتقاتل بلح في أول الاجتماع قبل تشكيل المجلس الوطني كان هناك شجار واضطررنا قبل أن ندخل إلى الاجتماع للإعلان عن تشكيل المجلس الوطني واضطر أحد القائمين على التنظيم أن يستطيع الشرطة التركية لكي تفصل بين البتحاربين الشخصية السورية في هذا المجال الآن إذا أرادت أن يكون لها استفادة من هذه التجارب فهي التخلي عن نرجسيتها والتعلم على أبجدية العمل الاجتماعي أن تكون أنت فرد ضمن مجموعة حينما الأغلبية ترى أن القرار يسير في هذا الاتجاه فأنت يجب أن تخضع لهذا التوجه لكن كل ما وصلنا لمعترق فئة من الفئات تنفك وتتجه اتجاه آخر إذن نحن يجب أن ندرس الآن سر إخفاقاتنا في تركيبة الشخصية السورية وهي تركيبة معقدة أكثر من تركيبة الملف السوري من صنع هذه التركيبة؟ شوف سوريا تاريخيا أنا لا أحب كلمة فوسي فوساء بس هذا ما يقال يعني عندنا أقليات كردية عندنا أقليات أشورية عندنا صحيح المكون العربي هو له أغلبية لكنه أيضا حتى داخل المكون العربي مشتت ما بين القامشلي ودير الزور وبين دمشق وحلب وبين الأرياف والمدن يعني أنا أتعجب يعني نحن مثل سويسرا سويسرا أيضا فيها ثلاث لغات فيها أقليات فيها كل هذا ومع ذلك استطاعت أن تصنع كيان موحد لأنه اتفقت على أهداف مشتركة نحن هذه الفوسيفساء السورية التي كنا نفاخر بها لم نستطع أن نصنع بها كيانا موحدا الكيان الموحد يحتاج إلى قيادات تفهم معنى العمل الجماعي لكن كل واحد فينا نحن فهم العمل بالعقلية القبلية خوز الأحزاب السورية الحزب البعث لا يختلف عن أي قبيلة كما رئيس القبيلة كما يأمر القبيلة تطيع حتى الحزب الشيوعي وكان يفترض أن يكون أكثر قدومة من حزب البعث ترى أنه التزامه بموسكو أقوى من التزامه بالشعب السوري وبالقضية سوريا الناصريين كل هذا هل هذا دكتور هل هذا يعود إلى خلل في فهم الحالة السياسية والعبرة من الحالة السياسية أن السياسية هي الانفتاح للآخر هي الحوار مع الآخر هي البحث عن حلول مشتركة هي البحث عن المشتركات البحث عن القواسم يعني كما تفضلت صحيح في عنا تعددية ولكن كل تعددية منغلقة على نفسها ولم تفد أو لم تثمر هذه التعددية بإيجاد حلما أو على الأقل بالتوحد يعني أو بإظهار مظهر يعني فعلا يجمع الجميع أو يجمع الغالبية لازمه بشكل أو بآخر هل يوجد خلل في فهم فكرة كلمة السياسية يوجد جهل سياسي جهل السياسي أخطر ما يمكن أن يصيب أي شعب ويوجد نقص بالوعي يعني أنا لا أستطيع أن أزعم بأنه الوعي السوي عند الشعب السوري وأغلبه يفهم ما يدور حوله المشكلة في التركيبة السورية الآن أنه فيها من يركب الموجة يعني إذا كنت أنت الآن ترى إلى تشكيلة الأحزاب السورية ما بين قوميين وبين اشتراكيين وبين إسلاميين سترى أن كل هذه الأحزاب قفزت إلى تبني الديمقراطية حين أصبحت الديمقراطية موضة يعني سابقا ما كان أحد أي بعثي أو قومي أو شيوعي يتحدث في الديمقراطية الديمقراطية بعد سقوط حائط برلين أصبحت لغة عالمية فالكل أصبح يدعي الديمقراطية لكنك لو نظرت إلى تركيبته سوف ترى مستبط صغير داخل هذه الشخصية فقط يركب الموجة لكنه لا يدفع سمن تذكرة القطار على هذه الموجة سمن الديمقراطية أن تتفاهم الآخر أن تتسامح مع الآخر أن تتفق على مشترك يجبعك مع هذا الآخر أن تقول أنا أمي وليس أنا مجموعة قبائل أن تقول مستقبل الشعب أهم من مستقبلي الشخصي ومن مصلحة الشخصية يعني ركبوا قطار الديمقراطية دون أن يدفعوا سمنه فخربوا القطار وسرقوا سكة الحديد هل هذه الدكتاتورية يعني بالحالة السورية تبقى هي الحل؟ الحالة الدكتاتورية في الشخصية السورية هذه نتاج قرون يعني الديمقراطية لا تأتي في يوم ولا في ليلة إذا خدت ديمقراطية في بريطانيا التي أنا عيش فيها وأعشتها وجربتها أنا كنت أذهب كصحفي شاب إلى البرلمان البريطاني وأتابع نقاشات البرلمان البريطاني وكأني أتابع فيلم مثير أرى الناس يتشاجرون يشتمون بعضها لكن بعد أن تنتهي الجلسة يذهبون ويتحدثون ويخططون معا وذات يوم في البرلمان نفسه سألت أحد النواب الذي كنت أتواصل معه كثيرا أنه أنا رأيتك الآن تشتم بفلان وتحكي عنه وبعدين في بار البرلمان جالسين سوا قال لي آه هنا الخلاف قال لي داخل البرلمان أنا أمثل من انتخبني لكن هنا أنا هذه حياتي شخصية فتعلمت من هذه التجربة الكثير وحين درست وجدت أن هؤلاء القوم يجربون الديمقراطية منذ 800 عام عندهم شيء اسم الماقنا كارتا حين قوى الإقطاع اتفقت على أنها لا يجوز أن يكون حكم الملك بطلق وضعت وسيقة اسم الماقنا كارتا ووقعتها وهذه تجربة تطورت يعني بعض الناس يعتقد أنه والله المرأة الإنجليزية تصوت منذ 200 سنة لا المرأة الإنجليزية لم تحصل على حق التصويت إلا بعد الحرب العالمية الثانية حين شاركت في الحرب لأنه الرجال كانوا كلهم على الجبهات والمصانع وشكت على التوقف فتقديرا لدورها في الحرب أعطوها حق التصويت الديمقراطية ليست غرسة فجأة تصوح شجرة لكن دكتور هل هذا عذر لحالة التشرزم التي تعيشها الحالة السورية يعني أنه والله لازم تتدرب وتتعلم ولكن الشعوب دائما تستفيد من دروسها السابقة يعني عفواً اليوم اللي بيصنع الهاتف على سبيل المثال الموجود بأمريكا عم يستخدمه الموجود بأقصى أفريقيا وبأقصى العالم موجود فبالتالي اليوم يعني بصراحة أنه أكيد في حالة شعبية أنا أكيد متفق معك ولكن حتماً لا تحتاج ثمانمائة سنة حتماً باعتبار اليوم يعني باعتبار موجود موجود الإعلام موجود نقلة المعلومة لماذا تأخرت سابقاً بسبب بطء المعلومة بسبب بطء وجود المعلومة والكتابة وإلى ما إلى ذلك ولكن اليوم المعايير والأمور دكتور تختلف أنا معك في هذه النقطة مية بالمية التكنولوجيا قصرت الزمن ما كان يحصل عليه إنسان القرن الماضي في عشر سنوات الإنسان الحالي يحصل عليه في عشر دقائق وأحيانا في عشر ثواني التكنولوجيا الآن أصبحت هي الملاذ لإنشاء وعي جديد لكنك لو نظرت كيف نحن نستخدم التكنولوجيا سترى العجب اختعال معي إلى فيسبوك وإلى منصة ومبقية المنصات التواصل الاجتماعي ستجد أنه والله الناس الذين يستفيدون منها فيها محاضرات وفيها دروس علمية وفيها إيش اذهب إلى المواقع العربية ترى فيها التشاتم وترى فيها التكفير وترى فيها التخوين يعني حتى هذه المنحة الإلهية التي التي جاءتنا عن طريق التكنولوجيا لم نحسن استغلالها يجب أن نعترف بأخطاء حتى تريد أن تصلح نفسك يجب أن تقول أنا والله أخطأ لكن حتى الآن ليس عندنا من يريد أن نعترف بالخطأ كلنا نعرف الحقيقة وكلنا قادة وكلنا زعماء وإن لم تنتخبوني فسأبيد المدينة هذه العقلية هي التي دمرت كل هذا الوهج الشعبي الذي جاء مع السورة السورية في سورة السورية